إلى الشأن السوري الآن حيث هوت الليرة السورية إلى أكثر من 5100 مقابل الدولار في بعض المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام ومع أن تدهور في قيمة الليرة على درجاته كان وما زال يلاحق أداء الليرة منذ نحو عقد إلا أن انهيارا متسارعا شهدته الليرة في الفترة الأخيرة فتح الباب على كثير من التساؤلات حيث خسرت العملة السورية في غضون أقل من شهر واحد نحو 10% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وتزامن ما يبدو أنه سقوط حر للليرة السورية مع زيادة متاعب روسيا في أوكرانيا وكذلك مع توسع رقعة الاحتجاجات في إيران فاشتداد الأزمات على حليفتي النظام يجعل من الصعب عليهما دعمه ماليا بعقود آجلة أو حتى بخطوط ائتمان بمعنى أن انشغال الحلفاء بمشاكلهم يدفع اقتصاد النظام المتهالك نحو الهاوية نتيجة فقدان قنوات الدعم فالاقتصاد السوري الضعيف يعتاجه على الدعم الروسي والإيراني ولا يمكن حاليا لهاتين الدولتين أن تضع دعم اقتصاد النظام على رأس أولوياتهما وبالنتيجة فإن واقع النشاط الاقتصاد السوري لا يقوى لوحده على التأثير في سعر صرف الليرة عامل آخر يساهم في الانهيار يتمثل بتراجع حجم الحوالات الخارجية التي تصل إلى الداخل السوري من المغتربين وعلى وجه الخصوص من أوروبا حيث يعتمد اقتصاد النظام السوري بدرجة كبيرة على الحوالات الخارجية المرسلة من السوريين المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم بمتوسط يومي يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين دولار وتمت معطيات أخرى تفسر تدهور الليرة السورية فنسبة العجز في الموازنة المالية زادت مع الدخول في الربع الأخير من هذا العام وذلك بالتوازي مع غياب الحلول المتوفرة أمام حكومة النظام لمواجهة العجز من جانب آخر يشير الاقتصاديون إلى الضغط الكبير على كل العملات ومنها الليرة التركية والجنيه المصري واليورو وغيرها بسبب ارتفاع سعر الدولار عالميا والأهم من ذلك ارتفاع أسعار المستوردات وخاصة الغذائية وحوامل الطاقة ويمكن الحديث أيضا بحسب بعض الاقتصاديين عن تسبب الأزمة التي تعيشها المصارف اللبنانية في زيادة متاعب النظام السوري الاقتصادية والواقع أن النظام السوري يواجه تحديات مالية كبيرة حاليا ليصبح بمواجهة الأصوات الشعبية التي بدأت تتعالى نتيجة الواقع الصعب من التضخم وفقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية اشتركوا في القناة